حيث تجد في الصلاة سواء الفريضة أو السنة أن نقرأ من المصحف مباشرة الفريض لا داعي للقراءة من المصحف لأنه يكفي فيها لا تجسر من القرآن من الشور أو من بعض الآيات أو حتى لو لم يقرأ فيها غير تاتحة فإن ثلاثة صحيحة لأن قراءة ما جاد على ذاتها من القرآن سنة وليس بواجئة أما في النواتم إذا كان الإنسان يريد أن يقيل القراءة وليس عندهم يحقون من القرآن فيه فلا بأس أن يقرأ من المصحف النواتم إذا أراد أن يقيل القراءة وليس عندهم محفوظ كثير من القرآن أو يجل يقرأ القرآن كله ويستعرضه من صلاة النافلة ونصر صلاة الليل فلا بأس أن يقرأ من المصحف الجامعة